اشتركوا في القناة وضحات مهمة جدا في حلقة النهاردة من التريند بخلاف ان احنا عندنا طبعا كالعادة تفاصيل محلية وتفاصيل عالمية وقبل كل ده كل جديد يقص نادينا الحبيب النادي الاهلي والكواليس النادي بالتحديد هتكون ايضا معرف فقرات لاحقة من حلقة اليوم بالتالي كمان بننتظر تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال الحلقة وفي رأي حضراتكم كيف يتطور مستوى الاهلي أو مستوى اداء النادي الاهلي خلال المرحلة المقبلة شايفين ازاي الاهلي يقدر يطور من اداءه خلال الفترة اللي جاية تواصلوا معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وانستجرام وحناخد تفاعل حضراتكم كالعادة في الجزء الاخير من الحلقة لكن دايما البداية بتكون باهم وابرز العنوين يلا بيكو في ترند الاهلي الفريق يبدأ الاستعداد لاسترن كومباني بدون راحة وفي الترند المحلي جمال علامي اجتمع بالحكام في حضور كلاتنبيرج أما أخيرا في ترند العالمي صلاح يسعى لفك نحسه في الجولة الثانية بالتوفيق صلاح الثانية احنا بكابتنين بصراحة في الفانتن يامو سهل اما كنتش عرف بصراحة ان هو يعني ما جابش اهداف خالص في الجولة الثانية من ساعة ما راح ليفر بول فدي مشكلة ان شاء الله ربنا يكريمه بهاتريك ولا حاجة النهاردة بإذن الله خلينا نقول اهم وابرز مباريات اليوم في مختلف البطولات نبتدي بمباريات كاس مصر النهاردة فيه مطش وحيد ما بين الزمالك والإسماعيلي المطش ده هتكون الساعة 9 بالليل مطش مهم وقوي وحنشوف مين اللي حيتأهل لدور ربع النهائي من بطولة كاس مصر طيب كمان النهاردة في الدوري انجليزي مباراة وحيدة في ختام الجولة الثانية من هذه البطولة المثيرة للغاية والممتعة ما بين ليفر بول وكريستل بالس ليفر بول المطش الأولى يتعادله مع فلعام 2-2 في مفاجأة بخصوص انطلاقة ليفر بول في بطولة الدوري وكريستل بالس خيرسر على ملعبه من أرسنال على ما أتذكر فبالتالي برضو بداية مش موفقة بالنسبة لهم فبتوقع ان احنا نشوف مطش قوي 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 ما بين الفرقتين طبعا كل تمانياتنا بالتوفير انجمنا المصري المميز جدا والعالمي محمد صلاح ان شاء الله يبقى متقلق النهاردة يعني مهم ان هو يسام في الاهداف ده امر دروجي كده نروح لمباريات الدوري الاسباني النهاردة اتليتك بالباو هيلعب مع ريال مايوركا بين الساعة خمسة ونص ختافي هيلعب مع اتليتكو مدريدي الساعة سبعة ونص ريال بيتيس هيلعب ليتشي الساعة تسعة ونص ومبرح كان ريال مدريدي ابتدى مشواره بفوض صعب على الميريا بنتيجة اثنين واحد بعد ما كان متأخر بهدف مقابل لاشيء في الشوط الاول الدوري الايطالي هيلاز بيرونا هيلعب مع نابولي ساعة ستة ونص يوفينتوس مع ساسولو الساعة تسعة الا ربع دي اهم وابرز المباريات في مختلف الدوريات حول العالم لكن عندنا كلام كتير جدا مهم خلينا نروح لفاصل اول وبعد الفاصل نركز مع بعض كده واحدة واحدة ونتكلم في كل التفاصيل استنوش اهلا بحضراتكم مرة تانية خلينا نبتدي كلامنا قبل ما نخش في المهم نتكلم على مباراة الاهلي والمقصة المبارح في دور ستاشر متوت كاس مصر والاهلي تأهل على حساب فريق هبط للدرجة التانية بس الاهلي تأهل بصعوبة لملاقات فريق المقاولين في دور ربع النهائي من هذه البطولة اللي أنا بشوف انها بالتحديد البطولة دي مهمة جدا بالنسبة لجمهير النادي الاهلي وهي بإذن الله تكون اقرب تعويض للجمهور عن الاخفاقات الاخيرة اللي لها اسبابها تمام فمهم قوي ان احنا المرحلة الجاية جماعا نكون افضل من كده بكتير مهم جدا لازم الاداء يكون فيه تطور بشكل ملحوظ لازم نحس ان فيه شكل الفرقة ملموس في الملعب في التحديد في جانب الهجومية كسبنا طبعا الحمد لله التأهل هو الاهم خصوصا في بطولة زي دي بطولة كاس مصر وارد جدا فيها المفاجآت لكن انت في نفس الوقت كنت بتلاعب فرقة هبطت للدرجة التانية بشكل رسمي فرقة برضو خلقت لنفسها دوافع انها طبعا بتلاعب النادي الاهلي ده في حد ذاته دافع بتحاول تسوق نفسك كلعيب موجود في فريق هبط للدرجة التانية كمان الدفع الاضافي ان انت بتلاعب في بطولة كاس مصر وارد فيها جدا لمفاجآت وفي الحقيقة احنا كنا يعني على وشك سيناريو صعب جدا بالنسبة لنا في حالة وصولنا للأوقات الاضافية وبالتالي كان ملورد جدا انك تلعب ضربات جزاء فما تضمنش بقى حاجة يعني فالحمد لله ربنا كرمنا بهدف لرمي ربيعة اللي ماشي بشكل كويس جدا مؤخرا من ضربة جزاء صحيحة مليار في المية وحتكلم على ضربة الجزاء دي في التحديد تمام ويعني بشكل أو بآخر الاهلي تأهل هو ده الاهم يعني بصراحة اه في لعبين مميزين تألقوا في مكاسب اوكي لكن برضو في حاجات تانية محتاجة شغل كتير جدا وحنا عارفين ان احنا دلوقتي في مرحلة بأهداف مختلف مرحلة بتحاول ان انت تشوف فيها الامور ماشية ازاي مين هيكون معاك السنة جديدة مينش هيكون معاك مين هتطلق عارة مين هيكمل مين هتبيعه المراكز اللي انت هتبقى محتاجها فبالتالي تسعى لتعاقد مع بعض اللاعبين فيها كل دي حسابات دلوقتي في زهن سوارش بالتنصيق مع المسؤولين على الكرة في النادي وانا اتمنى لهم يا رب كل التوفيق كل التوفيق في اتخاذ القارات وصائبة لتكون في صالح الفرقة واحنا متأكدين ومسقين في كده مليار في المية لكن اكيد اكيد بعد مطش الاتحاد اللي عملنا فيه اداء جيد ونتيجة كبيرة ومطش المصري اللي عملنا فيه نتيجة كويسة الاداء ما كانش قدي كده لكن برضو كسبت بروح عالية في مطش المصري كنت اتوقع واؤمل ان انا امبارح وانا زي زي جماهير النادي الاهلي كلهم كنا نتوقع ونأمل ان احنا نشوف اداء الفريق بشكل افضل خصوصا ان انت بتلعب فرقة مع كامل احترامي لها هي فرقة يعني ما عنداش اي مقاومات تقدر تقلقك يعني من خلالها لكن في كل الاحوال يبقى الاهم ايه هو ان الاهلي تأهل بشكل رسمي الفرقة بتواصل تدريباتها او بتستقنف تدريباتها بشكل مباشر على طول استعدادة لمبارات اللي حتكون صعبة جدا يوم الاربع بعد بكرة في الدوري مطش صعبة بتلعب فرقة عندها مدرب مخضرم زي الكابتن علي عبدالعال عنده خبرات الدوري ممتاز فرقة بتتشبس بامال البقاء في بطولة الدوري فلازم انت تكون مجاهز نفسك بشكل كبير اول مطش ده وبإذن الله نظهر بشكل افضل من كده بكتير بمراحل مش بكتير ده بمراحل بإذن الله تعالى يعني ومن الورد في اعتقاد الشخصي يعني ان السبب في المستوى الاهلي بالشكل ده هي التجريات الكتيرة في التشكيل وبرضه ربما يكون ده توجه من عند سوارش عشان بيستكشف عن مصر وبيوفي على مستوىات البعض الاخر فده ممكن يكون مبرر بالنسبة له يعني فان شاء الله نتمنى له هو التوفيق كمدرب مع الفرقة فمرحلة صعبة جدا ونتمنى للفرقة كلها ان شاء الله بإذن الله التوفيق والعناصر الموجودة وبإذن الله تعالى القادم يكون أفضل بكتير بالنسبة للنادي الاهلي هنتكلم على حاجات كتير جدا وطبعا دي لقطة الهدف هدف الاهلي مبرح لرامي ربيع من ضرب الجزاء واضحة وضوح الشمس لو في حاجة أوضح من الشمس ممكن نقولها يعني الموضوع مش محتاج خالص يعني مش محتاج خالص أصلا فار يعني هو مفروض أصلا ما قلناش نروح الفار بس هعلق برضو على واقع الفرحان في الجزئية دي خلينا نتجاوز المباراة ونرجع ونتكلم على بعض الأمور المهمة جدا ونركز مع بعض في الكلام اللي أنا هقوله لكم دلوقتي حالنا بخلاف الجزئية دي يلا نتقطع دي ونرجع نتكلم بقى على إيه على اللي بيحصل وخلي بالك من الكلام ده قوي وركز فيه تخيل يا شيخ تخيل انباراة الأهلي ليه ضرب الجزاء صحيحة مش محتاجة تنين يختلفوا عليها مش محتاجة يعني من أول واهلة المفروض تتحسل ضرب الجزاء وهنا اللوم على واقع الفرحان حكم اللقاء اللي يقتل بدنية قلت شوية في الشوت الثاني فبالتالي التمركز بشكل خاطئ فبالتالي ما شافش اللعبة فبالتالي اعتمد على تقنية الفيديو وتقنية الفيديو حاجة تحسب لحكم الفارفة كوريني مين يا جماعة مبارح انه هو نادى واقع الفرحان والرجل جي وشاف اللعبة وأقر باحتساب ضرب الجزاء صحيحة ونتج عن هدف الأهلي الصحيح لكن يا جماعة احنا بقلنا نشوف حاجات غريبة جدا حاجات غريبة وفريدة من نحة تخيل ان راكل الجزاء زي دي فيه ناس تقولك لا مش ضرب الجزاء وناس بتشكك فيها لما يبقى خلاص حاجة ما فيهاش اي نوع من انواع الجدل اصلا واحنا نخلق لها حالة جدل لمجرد ان انا لقي كل او فيه اجماع على ان ضربة الجزاء صحيحة فانا لازم اخد اتجاه تاني خالص لا اهداف مختلف وقال له لا دي مش ضرب الجزاء صحيحة لا فيها مشكلة قال لهو يا جماعة انا لازم اخد اتجاه عكس الطيار كله حتى لو الطيار دي على حق حتى لو كل العالم والدنيا دي كلها قالت لك ان ضربة الجزاء دي صح ومظبوط يقول لك لا يا ما فيه زاوية ده فيه زاوية انتو مكبينها لا 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 خلي بالك الكرة دي مش ضربة الجزاء تمام واحنا حنربط الكلام ده بحاجات كتير قوي فخلي بالك تقول معايا امبارح الكابتن جمال الغندور له كل الاحترام والتقدير على المستوى الشخصي الفار اسمه يا جماعة مصطفى عصمان كابتن مصطفى عصمان تمام فماتش امبارح اللي ندى واقل فرحان على اللعبة دي الكابتن جمال الغندور ليه كل الاحترام والتقدير امبارح كابتن احمد الشنوي كابتن ناصر عباس كابتن سامير محمود عصمان كابتن محمد صلاح كابتن توفيق السيد الكابتن جهات جريش. كل دول خبراء تحكيم. تحكيم. تمام؟ زيد عليهم كمان الكابتن عيد مرازيق. اللي هو مدير الفاني للفرقة المتضررة من ضربة الجزاء. كل دول كل دول قالوا لك ايه ضربة جزاء صحيحة بنسبة مليون في المية بيان فيهم عيد مرازيق. اللي عاقب لعبته على اعتراض. وبيقول لك انا مش عالف العيد بتاعي بيعترض على ايه كرة ضربة الجزاء يا جماعة? يطلع الكابتن جمال الغندور يقول لك ايه يقول لك لا مش ضرب الجزاء مع الكابتن سيف زهر وفي الحقيقة الامر ده انا مش مستغربه مش مستغربه اوي ليه وحاولوكم الاسباب برضه لكن الكلمة اللي لازم نقف عندها اللي في اخر كلامه مع الكابتن سيف زهر في الجزئية دي تحديده يقول له لا بص هاتلي الزاوية دي الكرة جات في صدره وتلعت له قدام فالكابتن سيف زهر يدعك في عينه ويحاول يشوفه يقول لك لا يا كابتن دي جاي في ايده يقول له لا انت شايف ايه انت شايف يا كابتن سيف يقول له لا جاي في ايده انت بتعادها تاني ها شايف ايه يقول له جاي في ايده مواصل مش هيقول حاجة ما شافهاش او مش هيقول العكس اللي هو شايفه مش هيكدب عنيه الكابتن سيف مثلا او اي واحد تاني مكانه كمزيع تمام اكيد هيقول اللي هو شايفه ما عندوش اي اهداف تانية عشان يغير الحقائق عشان يختلف مع الدنيا كلها على كرة زي دي على لعبة مش محتاجة جدال احنا للأسف وصل بنا الحال هنا في مصر ان الناس تبقى ماشية في سكة وسكة ماشيين فيها عن حق ومقررين بالتحكيم فيها او مقررين فيها بالقرار اللي تم اتخاذه وانا اروح العكس عشان دايس تاخد بالها مني للأسف الشديد يقول له لأ طب انتوا لو كده يا جماعة لو فيه توجه ايه لو الفقرة بتاعتي توجه يا نهارا بيض دلوقتي بقى فيه توجه للنادي الاهلي في التحكيم بعد كل المهازل اللي حصلت مع النادي الاهلي على مدار سنتين يا كابتن جمال توجه ايه كل ده وتوجه يا نهارا بيض دي احنا اكتر فريق يا جماعة خسر نقط السنة دي والسنة اللي فاتت وراء هتقول لي اصحنت وكده كده وحشين ياسيد احنا وحشين بس يا لن برح في عز ما نوحش لما تحسب لي خطأ صحيح او اتحسب لي ضرب الجزء صحيح اكسبت وخد عندك عدد كبير جدا من ما تشك انت ممكن اكسب سواء السنة دي او السنة اللي فاتت بعد كل ده يبقى فيه توجه لصلاح الاهلي طب امرت ايه ادوني امارة احنا اول ناس معترفين ان الاهلي مش حالته لكن ادوني امارة ان فيه توجه لصلاح النادي الاهلي يا الحقائق والكور اللي زي دي الواضحة وضوح الشمس نروح نكذبها ونقول لا غلط دي مش واضحة ومش عارف ايه وزاوية يا جماعة اولا شغلة حكم الفر ان هو يجيب افضل لقطة لحكم الساحة عشان هو ياخد قراره انبارح جاب له افضل لقطة يقولك اصلية جاي في صدر طب تاني تعالي نتكلم في حتة تانية يقولك طب ما هي لو جايها في صدر وجات في ايده ما تتحسبش طب ازاي طب ده القانون دلوقتي بيقولك ايه الكورة لو جات في صدر وجات في ايده طب ما ايده خارج اطار جسمه ضرب الجزاء لو كورة جات في رجبته وجات في ايده طب ما ايده خارج نطاق جسمه ضرب الجزاء لو كورة جات في دماغه وجات في ايده وييده خارج نطاق جسمه تبقى ضرب الجزاء الحالة الوحيدة الحالة الوحيدة اللي ممكن تعفي الحكم وتعفي اللاعب ان احتساب ضرب الجزاء عليه لو الكرة جات في جسمه ازاي يكون هو قصد انه يشتت الكرة وهو بيشتتها ايده خارج نطاق جسمه وجات في ايده ما تتحسبش ضرور الجزاء لانه هو قصد شتت الكرة فاكيد مش حيبقصد شتت الكرة بايده ورجله فهي دي الحالة الوحيدة لكن في نفس الوقت في نفس الوقت ما ينفعش يا جماعة نغير الحقيق للدرجات يقولك في توجه للأهلي لا احنا كده بنهرج احنا كده بنهزر التحكم يا جماعة عدالة واحد زائد واحد يساوي اتنين القوانين ما فيهاش وجهات نظر الكابتن جمال الغندور اللي بالمناسبة بقى الشيء يسكر مع كامل احترامل شخصه ده امر مفروغ منه لكن كان موجود في قناة كبيرة من القنوات اللي بتنقل دوري ابطال اوروبا وكان محلل وخبير تحكمي في القناة دي ولسوق حظه ولسوق حظه الشديد كان فيه لعبة في مباراة ما مش فاكر مباراة مين في الشامبينز ليج كرة دخلت هدف والحكم لغاها قالك اوف سايد لغا الهدف فطبعا الخبير التحكمي الكابتن جمال الغندور هو بالمناسبة قيمة تحكمية كبيرة وحكم مونديالي وكل هذه الامور متفقين عليها مفيش اي اختلاف لكن تلع قالك ايه بين الشوتين في الاستوديو قالهم يا جماعة لا الحكم اخطأ والكرة دي هدف صحيح لسوق حظه لسوق حظه الاتحاد القربي الاول مرة في الدنيا الروح مطلع لك توضيح بين الشوتين بين شوتين مباراة بخصوص لعبة حسبها الحكم انها مش هدف ويقولك ان الحكم كان عنده حق بسبب واحد اتنين ثلاثة لسوق حظ الكابتن جمال الغندور فلازم يا جماعة احنا نراجع نراجع الحاجات نراجع القوانين بتاعت التحكيم نراجع كل الكلام من ده قبل ما نطلع نقول اي حاجة طيب هنا الناس تسألني طب هو الكابتن جمال الغندور هيعمل كده ليه تعال انا اقولك بقى الكابتن جمال الغندور بيعمل كده ليه يلا نبتد يا جماعة هتولي اول تصريح الكابتن جمال الغندور ده من موقع القاهرة 24 من موقع القاهرة 24 الكابتن جمال الغندور القرى المصرية لا تحتاج لوجود كلاتنبرج ركز معي وربط الكلام ببعضه ادي اول حاجة الكرة المصرية لا تحتاج ايه لكلاتنبرج ماشي خش على بعده الكابتن جمال الغندور ارفض التعاقد مع خبير اجنبي وكلاتنبرج تسبب في تراجع التحكيم السعودي ده موقع ايه موقع صدى البلد خش على بعده ده موقع بطولات جمال الغندور كلاتنبرج سمصار حكام واشربوا التطوير يا ولاد البلد خدت بالك خش على بعده الكاتن جمال الغندور على حسابه الرسمي على تويتر خلي بالك أنا هنا مش في موقع الدفاع عن كلاتنبرج الرجل ده لو أخطأ حنهاجمه هو مش يعني مش واحد بدون أخطاء لو أخطأ حنهاجم وارد انه يوفق وارد لا بس انت خدت بالأسباب خلاص جبت واحد يحاول يطور لك وينتشلك المنظومة دي من الفشل اللي احنا كنا فيه الحساب الرسمي لكابتن جمال الغندور على تويتر قالك الأخ مارك من السعودية إلى الصين والآن في اليونان وبكرة في مصر سمصار تعيين حكام غير محليين للدورات اشربوا التطوير يا ولاد البلد قادي الكابتن جمال الغندور على حسابه الرسمي على ايه على تويتر طب خش على بعده تمام جمال الغندور التحكيم المصري يخسر في وجود تلاتنبرج خش على بعده جمال الغندور تلاتنبرج سيتسبب في أزمة داخل التحكيم المصري ده من الجمهورية خش على بعده أخبار اليوم جمال الغندور الكورنة المصرية لا تحتاج لوجود تلاتنبرج هيا حاجة تاني كفاية دول ولا ايه بقى كفاية دول ولا ايه كفاية كل ده وكلاتنبرج أصلا لسه ما اشتغلش كل ده وكلاتنبرج أصلا لسه ما حطش ايده في الشغلان هنا في مصر إذن هنا السؤال هل التصرحات الكابتن جمال الغندور اللي احنا عرضناها دلوقتي ليها علاقة بتصرحاتهم بارح مع الكابتن سيف زهر؟ هنا احنا بنسأل اللي هو يبقى فيه توجه بقى كابتن جمال بخصوص كلاتنبرج احنا لازم بالمناسبة والله العظيم انا اللي بقوله لكم ده حقيقي في مجموعة كده من من هم محسوبون على منظومة التحكيم في مصر عايزين يفشلوا كلاتنبرج عايزين يفشلوا كلاتنبرج والله ما بدافع عنه بس ادوا الراجل فرصة يشتغل ادوا الراجل فرصة يشتغل هل بقى تصرحات المبارح ليه علاقة بكل اللي انا عرضت لحضراتكم ولا لا الاجابة عندكم هل فيه توجه موجود عند الحكام اللي انا باحترمهم جدا بالمناسبة وواصل في قدراتهم وعرف ان بعد كلاتنبرج حيجي انا دي قناعاتي حيجي واحد بعد كلاتنبرج الخبير تحكيم مصري بإذن الله حيكون سفينة التحكيم لبري الامان بشكل مميز يكون شرب شوية او يكون تعلمنا شوية من كلاتنبرج ربنا يوفق لكن هل التصريحات المبارح بالتصريحات اللي اعرضتها لحضراتكم دي ليه علاقة؟ في تخيلي في تخيلي ان ليه علاقة وليها توجه او من خلالها فيه توجه لإفشال كلاتنبرج قبل ما يبدأ من خير ما حتى نديله فرصة والنعيب ان احنا نجيب حكام او خبير اجنبي عشان ندير لجنة الحكام في التحاد الكور طب ليه مش عيب ليه عيب ليه طب ما واحد حيجي يطور يا راجل ده كابتن سامير عاصمان يا نهاريسو كابتن سامير عاصمان مبارح قال تصريح كنبلة كنبلة قالك ايه؟ قالك يا جماعة كان فيه واحد في مطش المطشات السنة اللي فاتت شالف فيه شاب تاعت الكابيرينت الفر عشان بيعمل كاتل شاي بيعمل كاتل بيسخنه عشان انشرب شاي شفتوا كده شفتوا كده طب ما فيه اكتراحات كتير يا جماعة فيه اختراح اسمه مشترك هاتوا معاكم او اعملوا نصب شاي جنب غرفة الفر يا جماعة شوفوا لكم اي حل فيه حاجات حلول بدئية بدئية جدا بدئية جدا لكن مش للدرجات يا جماعة نحن نشيل ونقطع وتعمل شكوى الاسخن بقى من كده ان نتعمل شكوى ووقع مثبتة ومحدش اتكلم فيها اصلا ومحدش حقق فيها شفتوا التحكيم كان وصل لحد فين وكان حيوصل بنا لحد فين حتى في ظل ادارة الكابتن عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام السابق شفتوا انا كنا رايحين في آنية سكة احنا في كل الاحوال يا جماعة مش هدفنا ان احنا نساند شخص بعينه او مش هدفنا ان حد يجي في صف الاهلي او حد يجي لا احنا هدفنا ان يكون في عدالة الاهلي يا جماعة خابوا طولات قد كده لما كان في عدالة الاهلي يا جماعة في ظل تواجدوا الفار خد دوري ابطال افريقيا مرتين منهم مرة قدام نادي الزامالك خد اتنين برونزيتين كاسعالة ما شيف والفار موجود خد سوبر اتنين سوبر افريقيا وسوبر مصر كل ده والفار موجود وحياق البطولات والفار موجود كل الكلام ده مفروغ منه لكن لازم بالشرط ايه بالشرط تحقيق العدالة ان العدالة تكون موجود العدالة تكون موجودة علشان يكون كل فريق ياخد حقه وبالتالي الافضل هو اللي يكسب لكن في كل الاحوال اللي بيحصل ده يا جماعة حاجة تدحك وحيات ربنا زي اللي قاله الكابتن سامير عصمان وزي اللي بيعمله الكابتن جمال نغندور مع كامل احترامي ليه الناس تقولوا لك كرة جات في ايده العالم كله قالك كرة جات في ايده لا مليش دعم في زاوية تانية لا يقولك فيه توجه للنادي الاهلي دلوقتي يبقى فيه توجه للنادي الاهلي ينهاريس واحد خلينا نروح لفاصل بعد فاصل نكاب اهلا بحراركم مرة تانية خلينا نطمن على فرقتنا قبل مطش استرن ونروح سريعا ليه زميلنا العزيز كريم احمد مرئيس القناة الاهلي من داخل مقر النادي بالجزيرة عشان يقول لنا كل التفاصيل والكواليس بعد مطش مبارح وتأهل الاهلي لنهائي او ربع نهائي كاس مصر وكمان استعدادة لمبارات استرن الصعبة في الدورة يا كريم مساء الخير مساء الخير عليك للزميل العزيز امير الشام تحياتي لك وتحياتي لكل مشاهدين او كل جمهور النادي الاهلي طب مننا يا كريم على اخر استعدادات الفريق او مش اخر استعدادات بداية استعدادات الاهلي لمبارات استرن بعد التأهل الامبرح واهم ملامح المران النار بالتأكيد طبعا يعني نقدر نقول فوز مهم وصعب جدا وهي دي مبارات مبارات الكاس زي ما اكدنا قلنا امير يوم المباراة امس الحقيقة مبارات صعبة جدا وبنتمنى كمان يمكن الاستمرارية من الشباب طبعا النادي الاهلي على هذا المستوى لكن مبارات الكاس بيكون مختلفة بشكل كبير الهدف تحقق وانت عارف امير طبعا يعني مبارات الكاس تكسب ولا تلعب في ظل كمان اما يبقى معك فول تيم يعني انت ما بقى في فول تيم المدير الفني او كل القراءة بتقول ان المباريات دي بتكسب ولا تلعب انت كمان عندك ظروف صعبة شوية وعندك عدد كبير من اللعيب غايب فيمكن كمان كان مجهود كبير جدا على العيب النادي الاهلي وتخدت هذه المباراة ونقف الخلاص هذه الصفحة كالعادة مؤقتا والنادي الاهلي بستعد بدون راحة لمبارات الاربعاء في الجولة واحد وثلاثين الاهلي واستر كامبني طبعا مباراة مهمة وصعبة في ظل طبعا وجود من يمكن واحد من مديرين الفنيين المميزين جدا العميدة على عبد العالي طبعا المدير فني الفريق نادي اسران كامبني اللي عامل حقيقة اداء مميز جدا في الاسابيع الاخيرة بيديك مؤشر ان المباراة تكون صعبة بعيدا عن نتيجة لأ المباراة داخلها تكون صعب النهاردة النادي الاهلي بدون راحة على طول مباشرة تدريبة يكون النهاردة يعني لسه كمان التدريب لم يبدأ الشمس صعبة شوية ميري يمكن في ملعب مختار التتشفة بيحاول الجهاز الفني تأخيرا موعد الميران يعني الى ستة الى تلتة او ستة الاربع بكتير جدا على ان ينطلق الميران في خلال ساعة هتكون ستين دقيقة فقط لغير لان انت عارف ريكافري النهاردة المجموعة لم يشاركتش بتاخد جزء بسيط جدا عن ان يكون تدريب اساسي فقط لغير ووحيد ومنها لمعسكر مغلق استعدادا لها دي المباراة الامور يعني طيبة حتى دي اللحظة منتظرين كمان ان احنا نتابع فيها التمرين كوكا وعبدالقادر يعني يمكن هما شاركوا في التدريبات الاخيرة او تحديدا في التدريب اللي كان قبل المباراة الاخيرة الزهور بشكل طيب جدا في التدريبات الاولى منتظرين نشوفهم اليوم وغدا على ان يكونوا ان شاء الله باذن الله على حسب طبعا رؤية مستر ريكاردو سوارش ممكن يكونوا في قائمة مباراة استران كامباني كل اللعيبة يعني بتتهل بشكل كبير الغيابات الاصابات كل الامور دي ماشي طبعا مع الجهاز الطبي بكل دقة ناس بتطبع طبعا كل البرنامج التأهيلي الخاص بيوم لكن بطمينك الامور طيبة اللعيبة مركزة بشكل كبير جدا في المباراة المتبقية من بطولة الدور العام مباراة مباراة ويا رب ان شاء الله القادم يكون افضل لنادي الاهل الامين طيب بخصوص اكرم توفيق يا كريم في بعض الاخبار الخارجة وبعض التقرير اللي بتقول ان اكرم خلاص اشترك في التدريبات الجماعية بشكل كامل كمان تلاحم كبير جدا في التأسيمات وكلام من ده وان هو اصبح جاهز ان هو يخد بعض المباراة بطولة الدور حقيقة الامر ده ايه موقف احمد عبدالقادر موقف كوكا من مباراة استرن بشكل نهائي يعني كوكا وعبدالقادر يقدر يكون الفرصهم كبيرة جدا اميرا هم يكونوا متواجدين في قائمة هذه المباراة اكرم توفيق يعني برغم الاداء الطيب جدا الحقيقة وروحه الكبيرة وشخصيته اللي بتبان في التدريبات الرجل عايز يكون متواجد يعني عارف قيمة هذه الفترة الكبيرة جدا وعايز يكون جزء من هذه دي الفترة الصعبة والحساسة في فريقا للنادي الاهلي لكن التأني الحقيقة مع الجهاز الطبي والجهاز الفني تأني في محله اه اكرم يمكن من اللعيبة اللي بتشترك وبتلتحم وعندها يمكن تعطش بشكل كبير جدا ان هي تشارك الفترة اللي جاية لكن فيه تحفظ كبير ممكن نشوفه في اخر مباراة بطولة الدوري عام اخر مباريتين طبعا الامر ده لم يحسم حتى دي اللحظة لكن المؤشرات كلها امير بتقول ان فيه تحفظ بشكل كبير جدا على اكرم توفيق على ان يعني ياخد جزء بسيط جدا في اخر المباراة لكن كوكا عبدالقادر منها الواضح ان شاء الله باذن الله مع تدريب اليوم وغد من ان شاء الله من المحتمل يكونوا متواجدين في قائمة فريقا النادي الاهلي ومنها ان شاء الله يساعدوا النادي الاهلي بشكل كبير لان النقص العددي كبير جدا عندنا محتاجين على ديكة البودلاء يكون عندنا بعض العناصر الفريقة اللي اتحقق الهدف واتحقق الفريق فان شاء الله باذن الله كل اللعيبة العادي من اصابة للسلام مية في المية يكونوا متواجدين مع فريقا النادي الاهلي في مشوار بطولة الدوري العام بالنسبة لمباراة المتابقية طيب برنامج الفريق كريم لحد معاد المباراة بماشي زي يعني اليهر ده طبعا تدريب خمسة ونص بكرة يكون نفس المعاد ومنها مباشرة طبعا الى معسكر مغرق استعدادة لمباراة الاهلي واستر كامبني لتكون على استاد المقولون العرب الامور المعتادة طبعا يا امير هي بتكون معسكر 24 ساعة راحة لكن في نفس الموعد هيكون التدريب خمسة ونص اليوم وخمسة ونص غدر ان شاء الله ان شاء الله يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا زمينا العزيز كريم احمد مرئيس القناة الاهلي من داخل مقر النادي بالجزيرة قال لنا كل الكواليس والتفاصيل بتتعلق بالفرقة قبل مباراة بعد غد امام استر هذه المباراة صعبة وقبل كمان انطلاق المران النهاردة اللي ابتدى خلاص حوالي من نص ساعة نروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع نكمل استنون اهلا بحراجكم مرة تانية تعالوا نشوف ترند الاهلي وهي اهم الأخبار التي تقالت على السوشال ميديا والحسابات الرسمية المختلفة المهاردة بالتحديد وبعد فوز الاهلي مباراة على المقص اليوم السابع على تويتر قالوا ان جهاز الاهلي يبدأ رحلة استكشاف ايسترن كومباني قبل موقعة الجبل الاخدر مباراة تبقى صعبة بتلاعب فرقة بتحاول انها تقعد في الدوري ممتاز مع مدرب كويسة ومخادرة زكتنا علي عبد العالب بتلعب استاد المولين العرب فهي مباراة في كل الاحوال صعبة لازم نكون افضل من انبرح كده بكتير جدا لازم نكون افضل بكتير ونحاول نحسم المطش بشكل مبكر والامور تبقى افضل بإذن الله تعالي طيب خلينا نروح لكورة بلاس وحسابهم على تويتر فحص طبي لتحديد موقف كوكا من مشاركة مع الاهلي امام استرن كومباني واعتقد كريم لنا كل التفاصيل نروح ليللا كورة وحسابهم على تويتر مصدر في الاهلي ليللا كورة عبدالقادر وكوكا جاهزان لمواجهة استرن كومباني بالنسبة كبيرا حيكونوا متواجدين في قائمة الفريق مبتدى وحسابهم على تويتر طلب سوارش رحيل عشرة لعبين ابرزهم ميكي سوني ومحمود متولية ومحمد محمود ووليد سليمان وحسين الشاعات وافشا والمفق على احتراف اليو ديانج بصوا يا جماعة انت دلوقتي واحد زي وليد سليمان مسلا من اسبوعين ثلاثة كده في ناس قلت لك ايه دا سوارش طلب ان يتم التجريد وليد سليمان كده كده وليد سليمان خلاص يا جماعة انده اخر موسم ليه يعني اخر شهر اخر اسبوعين ليه في الكورة وحيعتزم فان وليد سليمان يحط في الخبر دي حاجة غريبة بالنسبة لي بطراحة خش بق على البعد قالك ايه بقى ميكي سوني قد نتفك وقد نختلف او ممكن يكون كلنا متفكين على يعني وضع الفترة جاء نشوف ايه محمود بن تولي محمد محمود الناس دي بتشارك دلوقتي لسه بيتم التطبيق حسين الشاحات اللي هو احد ابرز اللاعبين في وجهة ناظري بطراحة والارقام نفسه بتقول كده برضو ناس كتير جدا دايتها في حسين الشاحات حطينه في الاخر كل حاجة وارد حدوسها تبقى لرؤية الناس في النادي لكن في لعبة مميزة جدا موجودة في الاسماء دي وفي اكتر موجود في الخبر يعني فمش هتطرق لكل الاسماء واعلق على واحد واحد بس قالت كمان افشة والموافقة على احتراف اليو ديانج بالنسبة لي بالنسبة لي مع كامل احترامي كلام بنسبة كبيرة جدا جير منطقة مع كامل احترامي يعني الموقع مبتدى والزملاء الاعزاء اللي موجودين اللي كتبوا الخبر دا الوطن سبورت فيوتشر يغري احمد ريان بالكونفدرالية والمشاركة اساسيا اللي خطفوا من الاهل هم هكتفوه من الاهل ازاي ما هو احمد ياسر ريان في عقد مع الاهل تمام هو عنده عقد لسه ممتد لفترة طويلة مع النادي الاهل احمد ياسر ريان بيشارك في التدريبات محل تقييم عند المدير الفاني ممكن يكون الجمهوري الاهلي مقايم انه هو مهاجم مميز جدا وانا واحد من الناس اللي شايف كده بس طبعا رؤيتي ملهاش اي لازمة لان فيه مدير الفاني هو قدرى مدير الفاني الناس كمان المسؤولة عكوراهما قدرى فبيتم التقييم لاخر اتخاذ قرار لو فيه قرار بالنحمد يكمل يبقى حيكمل في حالة موضوع محسوم فيه قرار بالنحمد يطلع عارع ويتم بيعه تمام فبرضه ده موضوع محسوم ما فيهاش لخطف ولا كلام من فهيبقى فيه تواصل من بعض الانداء ممكن يكون ابرزة فعلا فيوتشار ممكن لهم عايزين اللعب فيروح متواصلين مع الاهلي في حالة رغبة الاهلي في عدم استكمال احمد ياسر ريان مشواره مع النادي فخلينا نشوفه نتركب بس بعض العنوين ساعات بتبقى اللي هي ايه الغرض منها ان هي تشدك عشان تقرأ وهي دي يعني مدرسة عادي مقبولة جدا في الصحافة وفي الاعلام بشكل عام خلينا نروح لفاصل بعد فاصل نكمل طيب قبل ما نروح لترند المحلي خلينا اتكلم معاكم عن قرارات اتحاد القرى مبارح يا قرارات يا بشوف ان فيها عدد كبير جدا من النقاط المهمة اللي لازم نقف عندها اول حاجة اعتماد محضر الاجتماع السابق ماشي اعتماد عقد برتغالي روي فيتوريا نشوف ان دي من احسر قرارات اللي حصلت مؤخرا روي فيتوريا مدرب مميز جدا 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 وتقيل قوي ممسكش قامة انتخابات قبل كده بس ان شاء الله ينجح وفي خطة محطوطة واربع سنين واستقرار فني وكلام من ده فان شاء الله يشتغل بشكل كويس فنشوف ان ده من ابرز القرارات عكس طبعا اللي كانت اتخذ قبل كده بخصوص ان احنا نجيبوا نداريب وطني عشان ما فيش دولارات في الاتحاد وفجأة بقى فيه دولارات تطلع لي روي فيتوريا وبتطلع لي ميكالي برضو احد ابرز الاختيارات بصراحة وبتطلع لكلاتنبرج فلما عايزين نشتغل صح بنشتغل لما بناخد بالاسباب ونعمل اللي علينا هنشتغل صح التوفيق بقى من عند ربنا فلازم نشيد بقرار التعاقد مع فيتوريا قرار التعاقد مع ميكالي وقرار التعاقد مع كلاتنبرج يعني رغم الحرب اللي هتحصل عليه فترة اللي جاي حرب والله تكليف الدكتور ايهاب القومي برئاسة بعثة منتخب 2006 ماشي انطلاق الدور الممتاز الجديد يوم 16 اكتوبر خلاص بشكل رسمي موافقة على نظام المسابقات لموسم 23-24 نحو التالي القسم الاول 18 نادي زي ما هو القسم الاول ب18 نادي القسم الثاني 6 مجموعات القسم الثالث 12 مجموعة تعاين محمود حرب مديرا ادرالي المنتخب الولمبي تعاين الكابتن واق الرياض مدربا المساعدة للمنتخب الاول بشوف اختيار صائف جدا كابتن واق الرياض من الكوادر المميزة جدا تدريبا في الحقيقة تعاين الكابتن عصام الحضر يمدربا لحراس مرمى منتخب الاولمبي والمناسبة لسه حيبقى فيه مدرب موجود في جهاز فيتوريا مدرب مصري حيكون موجود في جهاز فيتوريا ان شاء الله هيتم الإعلان عنه اللاحقا كمان من ضمن القرارات الموافقة على عرض الاتحاد القدر لإستطلافة السوبر المصري السعودي ماشي كد 30 لعب في القسم الاول فتح بابر كد اول سبتمبر 25 لعب لـ 2001 ماشي برضو كل دي قرارات كويسة لكن اهم قرار من وجهة نظري اهم قرار قالك ايه لن يسمح المدير الفني المتعاقد مع نادي ان يتولى مسئولية نادي اخر حال فسخ التعاقد من جانبه ويسمح له بالتعاقد مع نادي اخر اذا تم الاستجناء عنه دي جوز ايه مهمة اول انت مثلا تيجي تبص كده لوقتي سنادي في الدورة على ما اعتقد يعني على ما اتذكر ان الكابتر عبد الحميد باسيوني مثلا ابتدى مع طلع الجيش وبعد كده راح رايح على المحلة وبعد كده مسك دلوقتي سموحها ما فيش كده في الدنيا ما فيش كده خالص يعني انا اعتقد ان الدوري الاطالي كان عامل الشرط ده من زمان قوي من طبقه من ضمن اللوايح اللي موجودة يعني فدي خطوة مميزة ايه بصراحة ان يبقى فيه مدير فني موجود موجود كمدير فني لأي فريق فحيبقى فيه استقرار فني لو هو عايز يمشي فلو مشي لو هو اللي فسخ عقده ما يمسكش اي فرقة في نفس الموسم خلاص لكن ممكن يمسك مرة كمان فريق تاني في حالة تم الاستغناء عنه تم اتقالته يعني فده هتخلي بقى المدير الفني حتى لو خسر اكتر من مطش كلام من ده مش هيمشي ده غاية لما النادي هو اللي يمشي فحيبقى فيه استقرار شوية حيبقى فيه هدوء وصبر على المدربين المصريين في المختلف الاندية ليحنا من اكتر الدوريات تريبا اللي بنغير فيها مدربين يعني فيعني كلها او بعضها قرارات مميزة جدا في صالح الكرة المصري خلينا اكد تفاعل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة النهاردة وفي رأيكم كيف تطور اداء النادي الاهلي خلال المرحلة المجبلة سعيد سعيد قال ان شاء الله مع عودة المصابين واكتمال القوام الأساسي وقتها المدرب بيعرف في طور الاداء لانه دلوقتي بيحول مع الموجودين وجد نظر كمان حسني قال سوالش الآن وتولي المهمة في توقيت صعب الاداء حيتحسن بعودة المصابين وصوفقات جديدة ان شاء الله مع فترة اعداد وتجانس اللاعبين ويكون سوالش خد وقته وتظهر بصمته وجد نظر كمان مومو رفعت قال يلعب بالشباب بالمباريات المجبلة لما لديهم من عزيمة اعتقد واسرار وحماس مطعم بكام واحد من الكبار امثال ديانج ومتولي ومحمد محمود وربيع وكريم فؤاد انا مبسوط جدا بأداء كريم فؤاد بالمناسبة للمكاسب المرحلة نفسنا نشوف محمد نسير وشرقية ومحمد حمدي ميسي عشان يحكم عليهم متأكد انهم كويسين ماشي ناخد جونسان جون قال تثبيت الفريق ولو كله ناشئين وتحفيز نعم تحفيز خطة اللعب للعبين والصبر على سوالش حتى نهاية المسلم كل دي وجدت نظر حضراتكم بخصوص رأيكم في كيف تطور اداء الاهل خلال المرحلة المجبلة ده كانت تفاعلكم معنا ودي كمان كانت حلقتنا النهاردة من الترند استنونا في حلقات أخرى جديدة من نفس البرنامج بإذن الله تعالى إلى اللقاء